دعاءات المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بتحقيق إنجازات في جولة القتال الأخيرة لم تلقى أذانا صغية لدى أوساط إسرائيلية واسعة وقبلت بالتشكيك الحديث عن جدوى عملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطى قابله حديث آخر عن أن نتائج العملية كانت موضعية لاستراتيجية فهي لم تحقق الردع ولم تضمن الأمن للمستوطنين ولم تضمن عدم إمكانية الثهاب إلى جولة قتال أخرى إذا نظرنا إلى الأثمان نتيجة جولة القتال هذا نرى تآكلا إضافيا في الردع الإسرائيلي فمرة أخرى تبين أن إسرائيل لا تريد الخروج إلى عملية برية لأنه ليس هناك قدرة سياسية لذلك وربما الثمن الأكبر الذي تبعته إسرائيل هو قرار شل الجبهة الداخلية التي شملت جوجدان في إسرائيل يسمون ذلك إجراءات وقائية أما في الطرف الثاني فيفسرونه بأنه هلع وبالنظر إلى لائحة الخاسرين والرابحين في جولة القتال هذه يبدو اسم حركة الجهاد الإسلامي مكتوبا بالخط العريض في خانة الرابحين بحسب محللين إسرائيليين أعتقد أنه إذا نظرنا إلى لائحة الخاسرين والرابحين في هذه المواجهة يبدو أن الجهاد الإسلامي كمن انتصر لعدة اعتبارة ولسيما أنه عزز مكانته ورسخ موقعه كمن يقود المقاومة ومقابل التشكيك في مروحة الإنجازات الإسرائيلية كانت سهام الانتقاد تطال أداء رئيس الحكومة من يمين نتنياهو من كل حدب وصوب وفيما أشار معلقون إلى أن نتنياهو قاد إسرائيل مع جيشها الجرار إلى خسارة مطلقة لعنصر الردع الأمر الذي جعله سيدا للفشل لا سيدا للأمن قال آخرون إذا كان هذا هو حال الأمور مع الجهاد فيمكن فقط التكهن بالهزة التي ستصيب إسرائيل عندما يكون المهاجمون حزب الله أو إيران أو كلاهما معا الخلاصة مما حصل برأيهم أنه لن يكون هناك نصر عسكري وثمن الحرب سيكون باهضا جدا والمعركة الأخيرة كسابقاتها لن تسجل في التاريخ لمجد إسرائيل ترجمة نانسي قنقر